قدمت الولايات المتحدة في ختام المحادثات التي استمرت يومين في العاصمة القطرية الدوحة قدمت اقتراحا جديدا لإسرائيل وحماس في محاولة لسد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق وقال مسؤول أمريكي أن الاقتراح يسد تقريبا جميع الفجوات المتبقية التي كانت قيد المناقشة خلال الأسابيع الستة الماضية ومن بين القضايا العالقة الأخرى يحاول الاقتراح الجديد معالجة الخلاف حول قائمة الرهان الذين سيتم اطلاق سراحهم والتسلسل الذي سيتم اطلاق سراحهم فيه وقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم اطلاق سراحهم مقابل كل رهينة وقال مسؤول إسرائيلي نتال أبيب وافقت على خفض عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يمكنها الاعتراض على اطلاق سراحهم أو يمكنها الاعتراض على إطلاق سراحهم مقابل زيادة عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم أسبوعيا خلال المرحلة الأولى من الصفقة التي ستستمر ستة أسابيع يقول مسؤول أمريكي أن الصفقة بين إسرائيل وحماس باتت جاهزة للتنفيذ وقال البيت الأبيض أنه بعد وقت قصير من اختتام المحادثات في الدوحة اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بأمير قطر وبالرئيس المصري لمناقشة الاقتراح والخطة للأيام المقبلة واعترف المسؤول الأمريكي بأن الصفقة ليست مثالية لكنه قال إنها أفضل صفقة ممكنة في الوقت الحالي من شأنها إخراج الرهائن وإغاثة سكان غزة وتقليل خطر نشوب حرب إقليمية وأضاف إذا واصلت التفاوض لأشهر وأشهر وحاولت التوصل إلى اتفاق مثالي فإنك تخاطر بعد أو بعدم ترك أي رهائن لإنقاذهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر